من مرحلة السعي لتحقيق الاكتفاء الوطني الطقاوية إلى الشركة الدولية لتصدير معدات كهربائية جزائرية الصنع أشواط قطعها مجمع صنع غاز وجسدها من خلال تصديره لشحنات هامة من معدات كهربائية وقطع غيار العدادات الإلكترونية إلى الخارج على غرار كل من العراق وتونس يأتي هذا في إطار مواصلة المجمع الطقاوية الرفع من قيمة صادراته ودعم وتثمين مستوى الإدماج الوطني إشارة انطلاق رمضية لتصدير موالي الكهربائي نحو دولة العراق في إطار اتفاقية تم إمضاؤها مع مجمع طروس عن طريق شركته الفرعية وهي شركة أونكس في المساء وبعد الزوال سنشهد انطلاق عملية ثانية من مصنع صايك المتوجد بمدينة العلمة حيث سنقوم بتصدير ملحقات ومكونات العداد الكهربائي نحو دولة تونس هذه العملية تعتبر العملية رقم 18 بداية من 2022 والعملية الرابعة في سنة 2024 نصدر بمعدل أربع شحنات سنوية شحنة كل ثلاثة أشهر نحو دولة تونس نجح مجمع سنالغاز عن طريق شركاته الفرعية وفي ظرف قياسي في تطوير قدرات وحداته الانتاجية ما مكنه من تفعيل شراكات تجارية ومناقصات دولية هامة على غرار تصدير مولدات للتوربينات الغازية ذات التوتر العالية وشركة فرع جينيرال إلكتريك الجريان بباتنا مع المتعامل الأمريكي جينيرال إلكتريك بعد توقيع المجمعين عقد اتفاق أفريل الماضية بهدف توسيع مشروع انتاج معدات المراكز الكهربائية للتوتر العالية والعالية جدا مولدة الكهربائية حجم كبير التي تحتاج أيضا إلى بيع قطع الغيار التي تستعمل هذه الدول للمحافظة أو لصيانة هذه الجزائر الكبرى لتضمنها شركة سونانكاس بنوعية عالية بإنتاج محلي وطني وبخدمة ما بعد البيع هذا أهم جدا لأنه هذا يعطيك ضمان للزبون تاك نتكلم أيضا إلى العدادات العدادات التي كنا نستوردها في وقت من الأوقات اليوم غطينا الطلب الداخلي من الإنتاج وبدأنا في التصدير إذن هذا كله يدخل فيه مجهور الجزائر لتوسيع المداخل التاحة بالعملة الصعبة وتنويع الصادرة التاحة حتى أنه لعوت عسيد رئيس الجمهورية باش نصل إلى حوالي 15 مليار دولار الخطوات الثابتة لصونانكاس تأتي لتؤكد مساهمة وسعي المجمع الكبيرة في تطوير الخبرات البحلية في القطاع الصناعي والطاقوي كما تبرز دوره الفعال في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بالشكل الذي يتوفق مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية التي تعتمدها السلطات العليا للبلاد ترجمة نانسي قنقر